اهلا وسهلا فيكم جديد مشاهدينا قد يعاني بعض الاهالي من فرض الحركة الزائدة لدى اطفالهم ما يعرضهم لعدم التركيز والخطر في بعض الاحيان نتحدث في هذه المحطة بتفاصيل اكتر عن هذا الموضوع وكيف يمكن السيطرة على الاطفال مع ضيفنا من داخل الستوديو اخصائي الاطفال وحديثي الولادة دكتور جورج مسيع دكتور ريسعد صواحك السبع الخير لكم وسبع الخير لجميع المشاهدين والمشاهدات الى فضائية الفلسطينية اهلا وسهلا دكتور بداية ثانية نتحدث عن الحركة الزائدة عند الاطفال او الهايبر اكتف كما تسمى ضبطيا ما المقصود بها يعني كيف نعرفها نعم يعني هذه حالة موجودة عند الاطفال لان ما بدي اقول مرض لانها لا تصنف تحت تصنيفات الامراض انما هي وصف لحالة موجودة وموجودة في بعض المجتمعات بكثرة وهي عبارة عن ممكن يكون في خلل عضوي وراها ولكن مش كل الاطفال بكون عندهم خلل عضوي تقدر نسبتها موجودة في المجتمع من 5 الى 15% من الاطفال عندهم هذه السفة او هذا التصنيف اللي هو حركة زائدة او فرط الحركة مع قلة الانتباه والاندفاعية يعني ثلاثة اجزاء بوصف الطفل هذا اللي هو كثير الحركة يعني حركة دائمة مستمرة طوال النهار بيكون في حركة مستمرة ونطنطة ومزعج احياناً للأهل ولا اللي بلعبوا معه او في المدرسة اذا كان في المدرسة مع قلة الانتباع يعني انتباهه وتركيزه على المادة اللي بيعملها او اللعب اللي بيعمل فيها غير مكتمل واندفاعية اندفاعية يعني لا يفكرون كثير في مخاطر الاحداث او حتى في الحدث نفسه منشان يتفادى او يجنب حاله من المشاكل دكتور شو الاسباب المؤدية لهذا نعم يعني هناك اختلافات كثيرة الا انها في معظم الحالات لا يكون فيها سبب مرضي بمعنى اخر لا هي نتيجة التهابات او نتيجة خلل بالجسم ولكن بعد الدراسات رجعت وصول هذه المشكلة الى ممكن يكون اشياء جينية وراثية بمعنى اخر اذا كان فيه توأم واحد صار عنده حركة زائدة التاني بيكون عنده نسبة الحركة الزائدة اكتر من طفل تاني ما فيش عنده في العائلة هذه الحركة وهذا بدعم وجود اشي وراثي في الموضوع واحيانا بيكونش فيه اشي وراثي يعني بس واحد من العائلة او طفل من الاطفال العائلة بيكون مصاب بفرط الحركة والاطفال التانيين طبيعيين مع انهم اتعرضوا لنفس المحيط ونفس التربية ونفس العناية ونفس الاهتمام ونفس الاكل ونفس الكل اشي الا انه واحد بيكون عنده فرط حركة الزائدة والاخر مفيش عنده طبعا هذا بيقلل احتمال وجود الوراثة ولكن في بعض الحالات الوراثة تلعب دور هناك هناك اسباب اخرى يعني خلينا نجملهم بشكل سريع هي عبارة عن بعض الاطفال وجدوا انه في خلل في من حتى من فترة ما قبل الولادة اللي هي الام اذا تعرضت الام لأي مشاكل خلال فترة الحمل او لأي دغوطات نفسية او حتى حياتية ربما بعض الاطفال من اطفالها يطلع عنده فرط في الحركة وجدوا كمان يعني لازيات الاهتمام اكتر انه معظم الولاد اللي عندهم فرط حركة او وقلة انتباه مولدين بشهر تسعة وشهر عشرة هادي دراسة بتقول ايش العلاقة ارجعوا هذا التفسير الى انه فترة بداية الحمل عند الام بيكون في فصلة شتاء وربما تعرضت الى التهابات فيروسية والتهابات اخرى في اول فترة الحمل اللي هي ادت الى ولاد الطفل فرط الحركة كل هذه الدراسات يعني تؤكد انه ليس هناك سبب واضح ومعين نقدر نحط اصبعنا علي نقول هذا هو السبب نعم دكتور طيب بالنسبة للغذاء يعني الاكل في ناس برضه في دراسات بتقول انه الحلويات الزايدة والشوكولاتات والأصباغ وكل الاشياء اللي تناولوها الاطفال الفاس فود الوجبات السريعة هاي ممكن تزيد نعم نعم هناك دراسات كثيرة كل يوم منشوف دراسات تؤكد هذه العلاقة ما بين الغذاء والمحيط وظهور الفرط الحركة الزائد هذا الغذاء اللي هي الصبغات الموجودة في الأكل والملونات والمواد الحافظة بالذات لها بعض المضاعفات اللي ممكن تؤدي الى فرط الحركة ظل فئة قليلة من الاطفال ربما يكون عندهم تغيرات بسيطة في آلية التفكير وآلية الحركة ومصادر الحركة في الدماغ احنا بنعرف انه كل الحركات اللي بتصير في الانسان بما فيها التفكير والتخزين المواد وتخزين المعلومات في هناك مواد ناقلة موجودة في الخلايا العصبية في الدماغ وجدوا انه عندهم هاي بتكون شوي قليلة وبالتالي فكروا بالعلاج العلماء انه يعطوهم مواد او ادوية تنشط من هذه النواقل العصبية الموجودة في الدماغ فكل هذه يعني دراسات تؤكد انه ليس هناك سبب واحد وهناك عدة اسباب وتفسر هذه الظاهرة لكن تشخيص الحالة يا دكتور تشخيص الحالة يعني سؤال مهم جدا لانه احنا بنعرف انه الاطفال عندهم حركة اصلا عندهم حركة يعني نعم بفيئة الصبحية بتلاقي بنطنت في الهروفة بنطنت في البيت بعدين بيفطر بعدين يعني في عندهم حركة مستمرة والطفل الغير حركاوي زي ما بقولوا يعني مش ينتمي الى حركة بس انما حركته عادية ربما يكون في بعض الحالات يستروا انه خامل او مش حرك او لا يتفاعل لا يعني تشخيص الفرط الحركة او الحركة الزائدة انه الطفل بيكون طول ما هو صاحي لا يستقر لحظة واحدة على وضع معين او على شغل معين بتلاقي بنطنت بيطلع على الكرسي بنزل من الكرسي بيطلع على الطاولة بروح على المطبخ ببعبش هون بفتح الخزانة هادي وهادي وهادي بتشكل ازعاج احيانا للأهل لانه هادي ايضا من اساسيات التشخيص شكوة الأهل انه انا طفل مش اادر احكمه مش اادر اتسيطر عليه بحكي معه بردش علي وممكن يتعرض للأذى يعني كمان بسور حركة الزائدة نعم بعرض حاله للمشاكل اخرى كمان طبعا تشخيص الحالة كلما كان مبكر كلما كان احسن فرص العلاج وبدايتها العلاج مبكر رح نحكي عن العلاج كمان شوي انما في اول سنتين لا تلت سنين لا يمكن تشخيص الحالة لانه الاطفال كلها بتحركوا بشكل طبيعي لكن بعد دخوله الحضانة او المدرسة في عمر ثلاث سنين واربع سنين او خمس سنوات بتبين هذه الاعراض تكون واضحة على الطفل وبالذات معلمة الحضانة او الروضة تيجي بتقول انه انا عندي عشرين طفل في الروضة باش الا واحد او اتنين اللي هم هذول مجننين اطفال الاخرين مجننين انا وحتى مجننين اهلهم هذه عبارة مهمة جدا لجزء من التشخيص الحالة فرط الحركة الزائد وقلة الانتباع طبعا في عنا شقيا احنا بها الموضوع هذا كثرة الحركة او فرط الحركة الزائد او الحركة الزائدة زائد تشتت في الانتباع قلة الانتباع وهذا طبعا بيدخلهم في مشاكل اخرى صعوبة التعليم في المدرسة قلة التحصيل احيانا الفشل المدرسي يعني بيجيبوش علامات وبيضطروا المدرسة ادارة المدرسة انها تفصلهم لامنه يعني مش هذا الحل الصحيح بس انما هذا واحد من التقارير الملاحظ انه الاطفال الولاد عندهم فرط الحركة اكتر كثير كثير من قلة الانتباع من قلة الانتباع نعم بينما قلة الانتباع موجودة بكثرة اكتر شوية عند البنات مقارنة مع الاولاد وفيه طبعا فئة تشمل على الوضعين او الحالتين هدول بشكل متفاوت ممكن يكون فرط الحركة اكتر من قلة الانتباع او قلة الانتباع اكتر من فرط الحركة ففيه هناك اختلاف في الاعراب تاعت السندروم هدي خلينا تسميها او المتلازمة وتختلف من تفل لتفل انما فيه هناك ثلاث مواد او ثلاث ارتكازات رئيسية تشكل تشخيص هدي الحالي نعم تقرير المدرسة او تقرير المعلمة او المعلم اللي بوجد فيه الطفل هذا مهم تقرير الطبيب اللي بيفحص الطفل طبعا يجب اخذها في عين الاعتبار انه مش كل طفل حركته شوي زيادة معناته فرط الحركة لا فيه هناك سكورز بنسميها احنا او جدول وممكن اتباع جداول هادي لتشخيص الحالي من قبل الطبيب زائد تقرير الاهل هلا فيه مشكلة صغيرة هون الاهل لا يتقبلون هذه المشكلة بوجود هذه المشكلة عند اطفالهم وبالتالي ممكن يكون الطفل مساعدنهم اردنهم عامل لهم الحياة مستحيلة وبقول لك لا بحبه انا وبنبسط عليه وكذا معلش بس هدي تشكل لما يجي يقول لك الام او الاب انه فعلا مش عادرين سيطر عليه انه اخذها بعين الاعتبار ونتأكد اذا الطفل هذا عنده فرط في الحركة وقلة الانتباه والاندفاعية هدول تلس شغلات لانه لها مضاعفات لاحقة لانه يعني كما ذكرت يعني فيه نقطة مهمة اللي هي ممكن يعانى من صعوبة التعلم وهل كمان ممكن تكون فيه اعراض مصاحبة لهم في عمر متقدم يعني بعد المراهق نعم نعم يعني لو نحكي شوي بس عن العلاج لانه كلما كبروا هدول الاطفال في فترة المدرسة بشكله يعني الزمن الاكثر خطورة عليهم الفشل المدرسي والتحصيل المدرسي وصعوبات التعلم وأحيانا عدم الاندباطية عدم الالتزام بصطفق معين بتلاقي زي المعلمة سألت سؤال بتلاقي اندفاعا قبل ما تخلص السؤال بيكون رافع يده بيجاوب بيطلع جاوب غلط أحيانا فهذه الاندفاعية وكترة الحركة وقلة الانتباه تشكل هذه المشكلة في بعض العلاجات موجودة وعلاجاتها تنقسم إلى جزئين مهمات أول جزء اللي هو علاج غير دوائي يعني علاج سلوكي أو اجتماعي بمعنى آخر أنه الأهل والمجموعات الأخرى تقعد مع التفل وتحكي معه وتساعده اجتماعيا على التأقلم في هذا الموضوع وهناك علاجات بالأدوية والأدوية في أكثر من دوع الحقيقة وكل دوائله فائدة وتحسن من الأداء الطفل أحيانا نعطيها بس في فترة المدرسة وعلى اليوم الخميس والجمعة إذا كان بعطته المدرسة نوعي في الدواء من شأن نتفادى بعض المضاعفات ونعطي للطفل فرصة لتأقلم في ويك انت معين وفي بعض الأدوية مفعولها سريع يعني بعد عدة ساعات ببلش الدواء يأخذوا ولازم يأخذوا كل يوم تقريبا هذا وفي بعض الأدوية بدها أسبوع لأسبوعين عبر ما يسير النتائج للعلاج هذا وفي بعض الأدوية لها بعض المضاعفات مثل مراقبة تسارع دقات القلب ارتفاع الضغط تؤثر على الجهاز العصبي بشكل عام لأنها هذه مهيجة وبالتالي يجب مراقبة الطفل لبعض هذه المضاعفات شهيته للأكل تتأثر في بعض الأطفال بيصيروا يأكلوا أكثر سمنة بيصير عندهم يعني يجب مراقبة الأطفال بعد إذا كان اخترنا العلاج بالأدوية حلّا شو ممكن احتماليات بعد ما يكبر الطفل شو سير في دراسات كثيرة تؤكد يعني أن الحالة هذه لأي سن ممكن ترافقه نعم يعني خلينا نقول إذا كان الطفل أخذ علاج بعمر تقريبا 12 إلى 15 سنة بدأقول نسبة كويسة منهم ربما تكون 50% يتحسنون مع العلاج ويجب الاستمرارية في العلاج يمكن توقيف العلاج أو تجربة توقيف العلاج في حد معين ونشوف إذا كان في تحسن بدون العلاج ولا لا بعمر 20 سنة يعني تقريبا نسبة عالية من الأطفال يستجيبون لكن هل تختفي هذه الأعراض في مراحل متقدمة أخرى؟ الدراسات اللي بحثت عنها ووجدتها أنه هناك موسيقى